السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تحذف صفحة في الفيسبوك لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوينا تفتحون الفيسبوك بعد كذا تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق على إسار فمن هنا يا شباب تضغطون على هذا السهم وبعد كذا تروحون على الصفحة الخاصة فيكم فمن هنا يا شباب تروحون مرة ثانية على الثلاث شرطات اللي فوق على إسار وبعد كده تروحون على أيقونة الإعدادات رح تفتح معكم بهذه الطريقة تروحون على البحث تكتبون حذف فهي لو تلاحظون طلع معنا حذف الصفحة تضغطون على هذه الأيقونة فهنا يا شباب في عندنا طريقتين الطريقة الأولى فقط إلغاء تنشيط الصفحة أما الطريقة الثانية اللي هي حذف الصفحة بشكل نهائي فتختارون الطريقة الثانية وبعد كده تضغطون متابعة فهنا تسجلون سبب الحذف رح أسوي المتابعة بشكل مباشر وبعد كده يا شباب هنا عندكم إذا حابين تنزلون معلومات الخاصة بالصفحة تضغطون على تنزيل تحملونها وبعد كده تضغطون متابعة فهنا راح يطلب منكم تسجلون رقم السري لحساب الفيسبوك بعدما تسجلون رقم السري تضغطون متابعة وبعد كده تضغطون مرة ثانية متابعة فهنا يا شباب يقول لك أنه راح يتم حذف الصفحة بشكل نهائي ولكن عندك مهلة 30 يوم تقدر تسترجع الصفحة وبعد كده تضغطون حذف الصفحة فكذا الآن يشباب تم حذف الصفحة بشكل نهايي لو نرجع مرة ثانية على القائمة الصفحات لو تلاحظون اختفت من عندنا الصفحة فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة